اصحاب الصنعة السياسية من المرافقين لحركة تشكيل رئاسات الحكومة تكررت لديهم صور التشابه في بدايات عمل كل حكومة سابقة من عهد الحكومات العراقية خاصة التي صنعت بعد عام 2003 ايقونة التشابه تكمن بحسب محللي صناعة العملية السياسية في الاسابيع الاولى لدى كل رئيس حكومة بقرارات التعيين والاقالة والنقل والاعفاء في حكومة محمد شاع السوداني نحو 169 اعفاء يضاف اليها الغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة عن حكومة سلفه مصطفى الكاظمي السوداني نفى ان تكون تلك القرارات بهدف الاقصاء انما بهدف الاصلاح لكنها بحسب تفسيرات وتحليلات تعتبر سلاح كل حكومة في محاولة اظهار ذاتها واجراء تغييرات حقيقية تمهد لحلول خدمية تمس المواطنة بشكل مباشر عن طريق تعيينات تدعم انجاح حكومة السوداني في الحالتين فان السؤال المطروح مع جرس التنبيه الذي يدقه نشطاء العراق هل ستنجح الحكومة بتطبيق قراراتها بعد موجة التعيينات والاعفاءات والسؤال بلغة الترقب فيما يتعلق بقدرة السوداني من حيث مواجهة النفوذ المتجذر في مفاصل الدولة من عدمها كذلك فان الرصيد الكبير في حسابات الحكومة الذي سلمه الكاظمي لخلفه السوداني والذي يقدر بخمسة وثمانين مليار دولار واحتياطي من الذهب يتجاوز المائة وثلاثين طنا يراه مراقبون انه سيكون بمثابة سيف ذو حدين فبين من يراه انه سلاح قوي لدعم حكومة السوداني في استغلال مبالغ خزينة الدولة لان تخدم المواطنة وتحل مشكلات عميقة على يد مسؤولين في الجهات الامنية والمؤسسات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها ومن يراه على انه رصيد قد يكون بمثابة جرس انذار للحكومة اذا لم تتمكن من تحقيق تغيير منشود ينتظره الشارع العراقي وجرس الانذار هذا يتمثل بيقين عميق عند طيف واسع من الشارع اذ يرى ان نفوذ جهات حزبية ومصالح متشابكة في هرم المسؤولين والمديرين والذي سيكون حاجز صد في وجه الحكومة كما كان حاجز صد في وجه حكومات سابقة